باب المهم في هذا القانون للغابات هو الأحكام الرضعية لماذا؟ الأحكام الجزائية لأن كما كنا نعرف أن القانون القديم 4.8.12 لا يوجد فيها عقوبات كبيرة جدا لذلك الغابة غير محمية ولكن الآن أصبح وضعنا أحكام لحماية الغابة من القطع من قطع العمدي يعني جزئين أحكام إذا كان متعمد وأحكام إذا كان يعني كما يقولون بأخطاء إذا كان عمدي فهناك أجزاء صارمة جدا مثلا إذا كان الحرق العمدي أو بناء الفوضى بدون رخصة حتى لكي نرمي أوساخ في الغابة ممنوع أيضا حرق الغابة يعتبر فقدان لأموال الدولة وفقدان لشجرة تأخذ أكثر من 50 سنة لكي تصبح شجرة من 6 أشهر حتى 20 سنة من 6 أشهر حتى 20 سنة لما يكون الحرق العمدي أدى إلى الموت